يقبعون في خيام متهالكة يفتقدون أبسط أساسيات الحياة اليومية مع تلاشي آمانهم باقتراب عودتهم لديارهما إنهم نازحون من جرف الصخر والعواسات يقضون عامهم التاسع في ظروف بائسة في ظل عدم الحد الأدنى للخدمات والعيش الكريمة وسط مطالباتهم بإنهاء هذا الملف ما حصلت حكومات من 2003 و2022 أحد داعها قال دعنا نرجع ذلك في الصخر بيهم المعوق وبيهم المريض وبيهم عنده سكر وبيهم عنده ضغط وأنا أقول وأنا معوق ورجال قاعد على أربانه أقولهم والله لا محللينه لا مهوب إمن هذا اليوم ذاك اليوم اللي ما يرجعونه على ديارنا وعلى ما ناطقنا شلو السبب ما أدري هيكل الخامة والله الصفر والعين ما تشد بشوفة تبعينك يعني يجي الصيف تحير بيه ويجي الشتة هم عاسي والله يا ابن عمبي مو بسم شققات يعني هي خامة عم صدهم علينا والله يا عم هسه هم لو خارج الأراغة أريد أقول لك كان صد علينا يعني الدول غير الدول شسمه يعني هنا ليش يا ابن عمبي ويواجه النازحون تحديات كبيرة مع دخولهم لفصل الشتاء يقابله إهمانه من قبل الجهات المسؤولة فضلا عن تنصر لممثلهم عن أداء واجبهم الإنساني في إنهاء ملف النزوحة وتأمل من الدولة انت رجعني وسحنا أطفال شحان بهاي الصحراء كانت النظيم والهضم خلي رجعوني شنو ذنب نحن شنو ذنب ن لا كود راسي لا هاي هاي قالوا ان نرجعكم وكله يتشد أستاذ بالنسبة احنا طلابنا الجرف والعويسات احنا هسا أغلب أطفالنا بطلت لاعدهم ملابس لاعدهم أحذية لاعدهم جنط لاعدهم غرطاسية الوضع ما لهم تعبان بالبرد يعني كرفانات لا بوب ولا شبابيش وشاتلهم البرد ملف النازحين الذي استغل من بعض السياسين وتحول إلى دعاية انتخابية تستخدمها الأحزاب ما قبل الانتخابات وأصبحوا يستغلونهم يطلقون الوعود بعودتهم طمعا في أصواتهم الانتخابية عامر محسن قناة دجلة الفضائية محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر